بتميل لأنهي نوع من أنواع الفاشن إبانس بتميل للأنواع الغريبة الوير زي ما بنشوف دلوقتي كل البرانز العالمية مؤخراً بنشوف رانويز عجيبة الشكل وغريبة الأطوار لحد ما ولكن كل مسهم بيبقى عايز يطلع الالوجينز بتاعته وأفكاره مش طبعية على أرض الواقع بشكل حلو بشكل فني فأنت بتميل للنوع ده ولا بتميل للنوع اللي هو البركتكال أكتر اللي هو لا أنا عز أعرض اللبس فعلاً والأزياء فعلاً اللي هيتم بحر في المستعد شوفي كل كلكشون بيكون لها كونسيبت يعني ليه مثلاً الفاشن ديزاينر أو الار ديركتور أو الكديوغرافر بيقترح انه الشو يمشي بالشكل المعين ده عشان الكنسيبت بتاعت الكونسيبت بتاعت الكونسيبت تمام؟ أنا أو إحنا كفيكتور برانز هولدين دائماً بنميل إلى الستايل التياتريكل بس ده برضو اللي احنا بنتكلم فيه أنا وانت دلوقتي ده احنا ستل على أرض الواقع أنا أقصد الرانواز اللي هي مش على أرض الواقع اللي هي بيبقى شايل مثلاً جسم حد تاني حاجة بشكل ما عرفش قارف الحاجات الغريبة جدناً كله حواليه قفص أو شبك معين حاجات اللي هي أضو ويرد إلى حد كبير هل إنت بتحب النوع ده من العروض وممكن تعمل حاجة زي كده؟ أنا مش قصد أنا دايماً بحب أفهم رأس الموب داعي يعني الدزاينر أو الأر داريكتور اللي عمل الحاجات اللي حدرتك تكلمتي عنها دي بنظر إلى الموضوع ده وده أنا آي اوف كيروسيتي يعني بشكل إنه عايز أعرف إيلو الفكرة اللي وراء الموضوع ده أنا أحب أعمل حاجة زي كده بحدود يعني أنا بشوف إنه فرصة إن المصم يطلع الشخبطة اللي في دماغه بشكل فني جميل بشكل فني جميل بعيد عن المبيعات بشكل فني جميل يعني أنا عايز أسترس على النقطة اللي حضرتك قلت إياه فيه لمس تشوك المشاهد يعني أنا اللي بيحضر الفاشنشو أولو بيشوفني بيشوف العرض بتاعي أنا أحتاج أن تشوكهم بس تشوكهم هاو؟ ولأي مدى أعمل له صدمة أعمل له صدمة منفرة أعمل له صدمة منفرة أعمل له صدمة منفرة أعمل له صدمة منفرة أنا كنت فعلا بحس أوقات إنه غريب زيادة عن النظوم وغير متوقع بالمرة ولكن بتبقى مبسوط برضو إن فيه فكر خلي بالك كمان سلمة كل كراود يفرق يعني مثلا إذا انت شفتي برلين فاشن شو برلين فاشن شو الأفكار اللي فيه اكستريمي افانجارد افانجارد جدا كمان؟ لو شافها المشاهد المصري أو مشاهد العربي ممكن يعني يتخض شوية بينما الإفانس الموجودة مثلا في دبي أو اللي ابتدت تبقى موجودة في مصر لا بتعمل شوك معين بليفل معين يقبله الكراود الموجود ده لونك ده اللي انت تحب تعمله صحيح أنا أعمل شاك أه بس في إطار برضو الزي اللي ممكن يتلبس الموضة اللي ممكن تبقى موجودة ممكن تبقى قاط شوية وغريبة ولكن استلق إحنا على أرض الواقع صحيح بس إحنا برضو دائما زي ما قلت الحارتك إحنا عرضنا مثلا في أمريكا وفي الأرجنتين وعنا عرض في الهند كمان أسبوع فإحنا دائما بنفكر في المشاهد يعني العرض اللي أنا مثلا عرضه في لازا أنجليز كان اختيار الموضلز واختيار اللوكس واختيار الستايل أكيد مختلف عن الأرجنتين عن الهند عن دبي طبعا كل كراود يختلف